ضمن خطة التوسع الشاملي لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في عموم المؤسسات الحكومية والخاصة مديرية المرور العامة أحدى تشكيلات وزارة الداخلية حققت تقدماً ملحوظاً بمشروع الدفع الآلي في عدد من مواقعها ببغداد والمحافظات إذ حصرت التعاملات فيها عن طريق البطاقات الإلكترونية هناك مواقع عديدة في مديرية المرور تم العمل بالدفع الإلكتروني لغين بها استلام المبالغ كاش البطاقات المعتمدة للدفع الإلكتروني في مديرية المرور العامة هي كل البطاقات المعتمدة ضمن البنك المركزي العراقي عندنا محافظات أربعة تم العمل بها وهي واسط وبابل وكربلاء والمثنى كذلك مواقعنا في مديرية المرور موقع تسجيل مركبات رقم تسعة وجار العمل بالمواقع الأخرى توجه مستمر لأغلب مؤسسات الدولة بنشر أجهزة الدفع المباشر وتوفيرها لمستخدمي البطاقات الإلكترونية التي وصل عددها إلى نحو عشرين مليون بطاقة فيما يؤكد متخصصون حاجة العراقي إلى خمسمائة ألف جهاز آلي لتوسيع نطاق الاستخدام لدينا العديد من الوزارات الآن تمضي باتجاه حوكمة السيطرة على النقد هذا الموضوع يرتبط أيضا بالأنظمة المحاسبية وتفعيل دورها في عملية استلام المعلومة المالية وإيصالها إلى وزارة المالية وبالتالي أن يكون لدينا متخذ قرار يراقب سير التدفقات النقدية داخلها والخارجة العراق يحتاج إلى خمسمائة ألف جهاز point of sale ما متوفر حاليا بحدود الخمسة وثلاثين ألف point of sale تسهيل مهم العمل واختصار الوقت والجهد أبرز ما حققه العمل بالأتمتة المالية الإلكترونية التي أوصت بتنفيذها الحكومة في عموم القطاعات فضلا عن ضبط حركة الأموال ومعرفة مصادرها وإلى أين تذهب سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد